اشتركوا في القناة وقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كما أضاف البيان الطعن الخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022 ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أفريل الجاري واحتمال عادة المباراة بين الجزائر والكاميرون اشتركوا في القناة